في مارب تمكنت القوات الحكومية والقبائل من تحرير مركز مديرية رحبة بعد تحرير مساحات واسعة ومرتفعات استراتيجية وذكرت مصادر عسكرية أن جميع من ميليشيا الحوثي سلمت نفسها للقوات الحكومية وللقبائل في أطراف مديرية رحبة بعد أن تركتها قيادات الميليشيات ولادت بالفرار باتجاه محافظة البيضاء وأوضحت المصادر أن القوات الحكومية تمكنت من تحرير مناطق واسعة ومرتفعات استراتيجية ومنها مناطق معين ومضرة وبقثة وأيضا مواقع الأيارات والطلة وغيرها من المواقع المهمة وأضافت أن المعركة أسفرت عن سقوط العشرات من عناصر الميليشيات بين قتيل وجريح وكذلك أسير إضافة إلى خسائر أخرى في العتاد بنيران القوات الحكومية والقبائل وبغارات الطيران فيما استعادت القوات الحكومية أربعة أطقم بعتادها وثلاث عيارات ومدفعية ثقيلة وأسلحة أخرى متوسطة وخفيفة وكميات من الضخائر المتنوعة وأشارت المصادر إلى أن القوات الحكومية والقبائل أسقطت طائرتين مسيرتين إحداهما في جبهة الكسارة غرب مأرب والأخرى في جبهة رحبة جنوب غرب المحافظة ترجمة نانسي قنقر